والعنين تترافع ولا نرى إلا يسوع ويسوع وحده في الوسط أهديك كل المكدي والكرامة أرفع يدايا نحوك وأسبح اسمك أهديك كل المكدي والكرامة أرفع يدايا نحوك وأسبح اسمك أنت عظيم ليس مثلك يا راب تصنع العكائب تصنع العكائب أنت عظيم ليس مثلك يا راب تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء أهديك كل المكدي والكرامة أرفع يدايا نحوك وأسبح اسمك أهديك كل المكدي والكرامة أرفع يدايا نحوك وأسبح اسمك أنت عظيم ليس مثلك يا راب تصنع العكائب تصنع العكائب أنت عظيم ليس مثلك يا راب تصنع العكائب تصنع العكائب تصنع العكائب أمين أمين هي دي ترنيمة اللي عنامها موسى بعد ما طلع وشافوا جيوش فرعون كلهم موتى على الشاطئ وسبحوا هذه الترنيمة ليس مثلك يا راب ولا مثل لأنك أنت صنع عكائب فعلا عجيبة عجيبة كل مركبات فرعون أموات وشعب الرب يعبر يعبر في وسط البحر وكأنه يابسة والماء من هنا ومن هناك يحاوتهم وتكون لهم النصرة والغلبة على فرعون وعلى كل مركباته يا رب دينا لمحة من هذه اللمحات ونحن نرى العدو مهزوم ونحن نرى إبليس مهزوم ونشوف إزاي إن الله يستطيع كل شيء ولا يعصر عليه أمر عشان كده بنيجي ونقوله في الترنيمة اللي جاية من كل قلبي يا رب باجي وبحط قلبي قدام عينيك موسيقى من كل قلبي يا رب باجي وبحط قلبي قدام عينيك بكشف لك طروقي وحياتي بكشف لك طروقي وحياتي واستنى يا ربي عامل إيدي من كل قلبي يا ربي باجي وبحط قلبي قدام عينيك بكشف لك طروقي وحياتي واستنى يا ربي عامل إيدي أستنى وأتبت أنطوري عليك وتغير سرتي بعمل إيدي وما دمت فيها وما دمت فيك هاي كمي القلبي متمسك بيك أستنى وأتبت أنطوري عليك وتغير سرتي بعمل إيدي وما دمت فيك وما دمت فيك هاي كمي القلبي متمسك بيك من كل أوهامي ويبط لي فيك أنا باك وسلم كل ماضية مع إني ترام للأرض أسير اسمت حياتا تصنع تغيير من كل أوهامي بمطلبية أنا باك وسلم كل ماضية مع إني ترام للأرض أسير اسمت حياتا تصنع تغيير أنا راحة سدى إنك قاطير وبكها قاطير كل الطريق كل الطريق أدام عيني إن سمي يصنع في الحقيقي أمين أمين عشان كده ممكن ندخل ونرنم مع المؤنم بيقول برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود يا مالكي يا إلهي رب الجنود عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيحرر ويفك ريود وصوتك ليك هيعلى كل أيامي ده إنت فرح قلبي وإنت سلامي فعلا في حضور الرب يهرب كل حزن وتناهد حتى لو تعبنين وجايين من الشغل الكنين لكن في محضر الرب نستطيع أن نفرح لأن ده حقنا إن إحنا وإحنا في محضر الرب وده وعد الرب إن في محضر الرب يهرب كل حزن وتناهد خلونا نفرح بالرب النهاردة رب يدينا كده ليلة سماوية من عنده وإحنا بنرنم لي ونقول أفرح سماوية في حضورك بتغمر قلبي ده أنت كفاية معايا وإنت ربي نقف مع بعض ونسبح الرب موسيقى 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 يا إلهي طول الحياة اسمك العالي بيحرر ويبكي يوت ويصوتي لي فيعلى كل أيامي ده إنت فرح قلبي وإنت سلامي ويصوتي لي فيعلى كل أيامي ده إنت فرح قلبي وإنت سلامي أفرح سماوية بحضورك في دغم القلبي ده إنت معي وإنت طلبي أمين أمين فضل استعيحة تعني ما اللي جاية بتقول بأدخل عرش النعمة وبأسكب نفسي أمامك ناظر ليك وأسكد لك من كل قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك ترفع نفسي إليك ساعات كتير بنبأ تحت خالص لكن أول ما نرفع عينينا فوق نلاقي المعونة وصلت نلاقي القوة وصلت نلاقي القوة من فوق اللي هي تفوق كل عقل تستطيع إنها فعلا تحيينا من جديد وتحيي كل ضعف فينا أشان كده خلونا النهاردة نيجي ونرفع عينينا الفوق ونقول لرب أرفع عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني لا معونتي هي من عند رب صانع السماوات والأرض العرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناضي إليك وأسكتلك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك ندخل العرش النعمة وبسكب نفسي أمامك ناضي إليك وأسكتلك من قلبي وبطلب إنك ترفع نفسي إليك أسكتلك سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة أسكتلك سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة تتقل عرش النعمة وبنم تنضلي الكلمة تسبيحة ويفيت قلبي لي يتكلم وأدم لك نفسي تبيحة أسكتلك سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة أسكتلك سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة بطل عرش النعمة وسطة إن وعودك هو والذاتي بطل إجنها فيك لتتحقق وتسمم أصدق في حياتي بطل عرش النعمة وسطة إن وعودك هو والذاتي بطل إنها فيك تتحقق وتسمم أصدق بحياتي أصدق سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة أصدق سامع قلبي ضارع قلبي اللي بيشتغل حضورها كلم السروحي إشغي كروحي وإحشف كل خبايا نورة موسيقى عمرنا من خاف من نور ربنا لما يجي ويو ويفضح اللي جوانا ويطلع الخبايا اللي جوانا لأن هو بش عايز يعرينا ويفضحنا لكن هو عايز يسترنا وعايز يغيرنا وعايز يشفينا من جوه من كل داء جوانا عشان كده نيجي وإحنا بثقة ندخل إلى عرش النعمة ونحن ناظرين وجه الرب بوجه ما فيش براقع ما فيش حاجة نصطر بيها وجوهنا لكن ندخل إلى عرش النعمة ونحن نثق في رحمة الله ونعمته وإحنا نتغير إلى تلك السورة عينها من مجد إلى مجد عشان كده خلونا فعلا بثقة وإحنا بندخل في محضر رب وإحنا ننتظر ولمسة من لمسات الرب للقلوبنا والقلوبنا بكلمته يرسل إليها فيشفينا تشفي كلمة الله النفوس لأنها كلمة الله حية وفعالة وآمضة من كل زيف بحدين خلونا ناخد فرصة ونسكب قلوبنا قدام الرب قبل ما نختم فرصة عبادتنا بترنيمة وبعد كده نسمع كلمة ربنا. أي حد مجغول إنه هو يرفع قلبه ويطلب بركة الرب على باقي فرصة عبادتنا في هذه الليلة المباركة التي رتبتها عنايتك يا رب نعم شكرا لك من عمق القلب سيدنا نتقدم إلى عرش النعمة بسقة البنين لكي ننال رحمة في هذه الليلة ونجد نعمة عونا في حينه نعم يا رب كم أنت عظيم يا سيد إله مخلص فادي نفوسنا المبارك نشكرك يا رب لأنك تعطينا في هذه الليلة لمحة مما سنكون عليه في الأبدية لا عنصرية ولا تفريقة ولا طائفية بل كل واحد في شخصك يا رب لأنك أنت اللي فديتنا بدمك أنت اللي اشتريتنا لا بذهب ولا بفضة مما يفنى بل بدم كريم كما من حمل بلعيب نحن لا ننسى عبدك بولس عندما وجد الشقاقات في كنيسة كورونتز نعم يا رب علمت من أهل خلوي أن بينكم انقسام نعم يا رب وبينكم خصومات لكنك نمطرد عن هذا الوعد من منكم يقول أنا لبولس وأنا لأبولس وأنا لصفا وأنا للمسيح نعم يا رب من هو بولس ومن هو أبولس ألعلى بولس طلب لأجلكم أم باسم بولس اعتمدتم لكن شكرا لك يا رب لأنك أنت بتعدل المفاهيم وبتقود النفوس إلى وحدة الكنيسة نعم يا سيد ألعلى المسيح انقسم على ذاته حاك يا رب المجد والكرامة لك يا إلهنا الحي لذلك وقف أبولس وانطفض لا أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وحده وإياه مطلوبا وهذا هو ما حققته بعنايتك وإرادتك في هذه الليلة بحضور عبدك وخادمك الأمين الذي هو ترتيب من عندك أنت لوحدة الكنيسة نعم يا سيد نحن الضوب الواحد والجنس الواحد مهما اختلفنا لكن حبنا لشخصك جميعا لا نفرق بين أبيض ولا أسود بين عبد وسيد الكل في المسيح محبوب عندك يا رب الشكر والحمد لجلالك من أجل ترتيب عنايتك في هذه الليلة نستودع لعنايتك عبدك وخادمك أنت تباركه وتوسع تخومه وتكون يدك معه وتحفظه من الشر حتى لا يتعبه ويكون رسالة لتوحيد الكنيسة لا لانقسامها يا رب أنت تكون رسالة حية لتشهد عمل نعمتك في كنيستك نعم لأنك أنت قلت على هذه الصخرة أبني كنيستي كنيستي وليست كنيستكم إنها كنيستك لك أنت يا رب عمل يديك شكرا لك من عمق القلب باركتنا في هذه الليلة وستباركنا وتعزي قلوبنا ومنتظرين نسمع صوتك من خلال عبدك يا رب بإسم المسيح أصلي ولك حمد القلب آمين آمين هنختم مع بعض فرصة عبادتنا وبعد كده نسمع كلمة الرب الترنيمة اللي جاية بتفكرنا أننا نحن واحد في المسيح وأننا نحن جسد واحد والمسيح خلاص فعلا قرب يجي ويجمع الكنيسة علشان نكون واحد فعلا عشان كده الترنيمة اللي جاية بتقول المركب آهي جات وفرد الألوع لو كان فيه آلم أو كان فيه تعب أو كان فيه حاجات بيش فاهمينها فعلا خلاص قرب هنفهم اللي ما احنا بيش فاهمينه وهنعرف الحقيقة والجسد هيتجمع وفعلا كنيسة المسيح هتكون واحدة بالفعل لما يجي المسيح خلونا مع بعض نختم الترنيمة دي واحنا فعلا ننتظر ربه نقول له أمين تعالى أيها الرب يسوع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والرئيس فيها بنادي تعالوا بلا تاجير أنا ذاير للسماع أنا ذاير للسماع مصرور أنا بالتخلص ذاير للسماع في البرك الآيكان وفي عصو التسبيح والرئيس فيها بنادي يا رايح بالمسيح أنا ذاير للسماع أنا ذاير للسماع مصرور أنا بالمخلص ذاير للسماع موسيقى 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 يريد أني أكون معكم ومبسوط أني أشوف الأسيس لطيف الأعرفه من غير ما أشوفه يعني غير في التليفزيون بس يمكن بس أعرفه من خلال أحباء كسيرين أعرفه من أيام ما كان اسمه الشيخ لطيف واسمع عن عن الوامرات في السجن وفي السودان وفي التبشير ومع أخواتنا أولاد العم واسمع حاجات كتير يعني وربنا شرفني إن أنا أشوفه النهاردة ودي بركة كبيرة وبركة كمان أنا أكون عندكم في الكنيسة وعرفت إنها كنيسة أديمة أو أول من أوائل الاجتماعات هنا دي حاجة رائعة جدا وعندي ثقة للمرة جاء لما هاجي مش هلاقي كرسي فاطئ في اسم يسوع في اسم يسوع أنا كنت محضر موضوع كنت أتكلم عن الكنيسة لأن أنا مشغول الأيام دي جدا بالكنيسة وإنتوا بتتكلموا على الوحدة وحدة الطوايف وحدة الكنيس أنا شايف إن ما فيش حاجة اسمها وحدة بين الكنيس أو وحدة بين الطوايف مش عشان أنا متعظم لأن طول ما هيليها رئيس كل الكنيسة مش هيطلقوا الرويسة لكن لما تبقى جسد المسيح هو رئيس واحد اسم يسوع لما يبقى رأسها المسيح يتجمعوا في الجسد لكن لما يبقوا أكساد وكل واحد منهم له رئيس الرويسة ما يتجمعوش بالعكس كل واحد عايز يثبت كرسيه فلن تكون هناك وحدة في الطواف ولكن ستكون هناك وحدة في الجسد وبدأت وحدة الجسد رغم عن متأسف في التعبيرات اللي أنتوا ناس يعني إيه أنا يعني كده فهمين حاجة؟ أنتوا ناس يعني حتلاقوا الكلام اللي بيطلع مني كلام شبابي شوية بطلع برا الأطر شوية تزعلوش يعني استحملوني يعني شوية دلو خلال رغم عن رؤساء أو قيادات أو رياسات طوايف الجسد بيجمع لأن رئيس الجسد ده اللي هو يسوع أمر أن في الزمن ده يكون فيه وحدة جسد فخلي الرايس ده يقول كناستي والتاني يرد عليه يقول لك كناستي وده يرد على ده يقول له أنتم بتخطف وده يقول له احنا مش بنخطف أنتم اللي جاه لا وكل واحد يقول للتاني وكل واحد يعمل بروباجاندا اللي مكانه ولا خليهم يقولوا كده هو أقصى حاجة عندهم هيبقى كل واحد منهم بيمتلك ميكرافون لكن مش هيمتلك نفوس النفوس فيه واحد دفع تمانها واشتراها ويدور عليها هو رعيها وهو أسقفها وهو مش هيسيبها وعشان كده بيناديها وبيجمحها أنا مش هتكلم عن الكنيسة لكن وانا قاعد دلوقتي ربنا غير الموضوع وقال لتكلم عن حاجة تانية اتكلم عن شخصية بحبها قوي في كتاب مؤتسة واحد يعني تقريباً يعني أكاد أكون بحترمه وبحبه بعد يسوع على طول اسمه كالب ابن يفن هارا جزء من الكتاب من سفر العدد عن كالب الرب قال عنه إيه من سفر العدد صحاح 14 من عدد 24 بيقول وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماماً أدخل إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرسها أقولها تاني وأما عبدي كالب فمن أجل أنه كانت معه روح أخرى وقد اتبعني تماماً أدخل إلى الأرض التي ذهب إليها وزرعه يرسها الحقيقة فكرة تماماً دي فكرة صعبة شوي اتبعني تماماً مش اتبعني بس اتبعني تماماً بس الحقيقة لما تيجي تبص تلاقي أنه متديره الإمكانية عشان يتبعه تماماً أنه معه روح أخرى روح أخرى بدون الروح الأخرى ما ينفعش الواحد يتبع على الرب تماماً ما يعرفش إمكانياته ما تجيبوش ما تجيبوش سفر يشوع صحاح 14 كالب نفسه بيحكي عن نفسه فتقدم بني يهوزة إلى يشوع في الجلجال وقال له كالب ابن يفنة القنزي أنت تعلم الكلام الذي كلم به الرب موسى رجل الله من جهتي ومن جهتك في قادش برنيع كنت ابن أربعين سنة حين أرسلني موسى عبد الرب من قادش برنيع لأتجسس الأرض فرجعت إليه بكلام عم في قلبي وأما إخوتي الذين صعدوا معي فأذابوا قلب الشعب وأما أنا فاتبعت تماماً الرب إلهي فحلف موسى في ذلك اليوم قائلاً إن الأرض التي وطأتها رجلك لك تكون نصيباً ولأولادك إلى الأبد لأنك اتبعت الرب إلهي تماماً يبقى عنده ثلاث شهادات شهادة من الرب نفسه يقول أما عبدي كالب فقد اتبعني تماماً وشهادة عن نفسه بيشهد أنه هو اتبع الرب تماماً وشهادة من موسى عنه أنه اتبع الرب تماماً والآن فها قد استحياني الرب كما تكلم هذه الخمسة والأربعين سنة يعني كان عنده خمسة وتمانين سنة من حين كلم الرب موسى بهذا الكلام حين صار إسرائيل في القفر والآن فها أنا اليوم ابن خمسة وتمانين سنة فلم أزل اليوم متشدداً كما في يوم أرسلني موسى كما كانت قوتي حينئذ هكذا قوتي الآن للحرب وللخروج وللدخول فالآن اعطني هذا الجبل الذي تكلم عنه الرب في ذلك اليوم لأنك أنت سمعت في ذلك اليوم أن العناقين هناك والمدن عظيمة محصنة لعل الرب معي فأطردهم كما تكلم الرب فباركه يشوع وأعطى حبرون لكالب ابن يفن ملكاً لذلك صارت حبرون لكالب ابن يفن القنزي ملكاً إلى هذا اليوم يقول الكتاب كده لأنه اتبع تماماً الرب إله إسرائيل والصبح لإلهنا دائماً أبدياً أمين الروح الأخرى اللي بتعمل تبعية تماماً الروح الأخرى اللي بتجدد مثل النصر الشباب الروح الأخرى اللي زي ما الأسيس قال لو أنتوا اللي جي بدري سمعوا قال إيه إن في ساعات الناس بيبقى عندهم خيانة خيانة لما يبعدوا عن الكلمة خيانة لما ما بيسلكوش بتطقيق خيانة لما ما بيفتدوش الوقت دائماً مش أنت قلت كده حضرتك ثلاث نقط دول صح؟ ثلاث نقط دول عجبني قوي دائماً عجبني قوي تطقيق عجبني قوي تماماً حقيقة يعني ما ينفعش الواحد يعملها من غير الروح القدس ما ينفعش في يوم دخلت بيت وكان فيه ستة طقية من العيلة نعرفها يعني ستة كبيرة والستة كانت جدة أو يعني أكتر من الجدة يعني جدة يعني أحفدها تجوزه وخلفه فكانت الأخت دي مقعدة بيحركوا يعني تقريباً مقعدة يعني تحرك بالعافية بينقلوها كده من مكان لمكان وقعد على كنبة وبنروح رحنا نسلم عليها ونقعد معا فقالت يا ابونا صليلي علشان أمشي بقى كفاية أنا خلصت اللي ورايا ورسلتي خلصت وجوزت عيالي أمشي بقى كفاية فليها حفيدة بنت حلوة أو الأخت دي ردت عليها وقلت لها يا تيتا طول ما أنت عايشة أنت ليك رسالة بس مش هتقدري تفهمي ده إلا بالروح قدس أوعي تفتك إن ربنا مخليكي منظر ده ربنا مخليكي علشان تستقبلي الرسالة وتطلبي القوة اللي تتجدد بيها قوتك عشان تنفذي اللي هو عايز يقوله لك ولأن الستة طقية ومؤمنة أمنت وصدقت بالكلام ده وقلت لها أمين أنا مصدقة قلت لي يا ابونا ما تصليليش إن أنا أمشي صليلي إن أنا أستقبل قوة جديدة لتتميم ما شئته في حياتي أول رب عايز يديك كده عايز يديك القوة دي تاخد روح أخرى روح أخرى روح أخرى روح تخليك تغلب المرض تغلب اليأس تغلب الإحباط تغلب الكسل تغلب المادية تغلب العبودية تغلب تسلط الناس عليك تطلع من القفص تكسر الأيود وتطلع تعلن يسوع تبقى أنت واخوك واختك كنيسة كنيسة حقيقية منقادة بالروح القدس كنيسة مقدسة مثمرة محاربة لو فقدت الكنيسة جانب من الثلاث جوانب دول بقت أي كلام بتأي حاجة لو ما كانتش كنيسة مقدسة مخسولة بالدم وليها دستور اسم الكتاب المقدس بتحب بعض ومشي مع بعض وكل يوم بتتوب قدام ربنا ما تنفعش مش يعرف يشتغل بها لأنه هو ما ينفعش يكون رأس لكنيسة مش مقدسة هو قدسة وغسالها بس لازم تعيش كل يوم تحت الدم تعيش كل يوم حملة رسالة تعيش كل يوم ممتلئة بالروح القدس كنيسة مقدسة بعدين كنيسة مسمرة مسمرة الكتاب يقول لنا كده إن الشجرة التي لا تصنع صمرا جيدا يجرى لها إيه تقطع طب إيش حال بقى لما تبقى ما بتطلعش صمرا خالص حاجة مؤسفة تعارفين إن الناس بتنفض عن الكنايس مش في أمريكا يعني كنا بيقولوا قص الكنايس في أمريكا إحنا طبعا إحنا في مصر نعمل مؤتمرات بيطلع فيها بيحضر ألف و ألفين و عشرة و خمسين ألف زي 11 11 اللي عملناها وكده وبنيجي هنا بنلاقي أعداد بسيطة وكده لا ده حتى في مصر ما بقاش الناس بتتجمع والناس المستهدف إن هما زمنهم زمن خدمة و صمر ومعرفة الرب بقاهم يتفضوا عن الكنايس وقعدوا في الأهاوي أو يسيبوا الكنايس عارفين ليه عارفين ليه لأن الكنيسة تحولت من جسد حي للمسيح إلى مؤسسة دينية مؤسسة دينية الناس بتروح يوم الحد تحضر حص الدين حص الدين وبقيت الأسبوع عيشة في الخطيئة وعيشة في العالم وعيشة في أي حاجة وحتى حصة الدين ما بقيتش على المستوى حصة الدين بعدت عن الكتاب وبعدت عن تماماً اللي بنحكي عنها دي فزي ما بيقولوا كده المكنة ما بقيتش تطلع قماش بقى في مكنة بقيت سواقي بلا إيه بلا ماء ساقية عملة تلفت 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 عندنا قدسات عندنا اجتماعات عندنا ترنيمات وعندنا مناهج وعندنا اعداد خدام او اعدام خدام عندنا حاجات كده عندنا مناظر عندنا حاجات أشكال وحاجات فين الانتاج فين عارفين كان أبويا يقول لي كده زمان يقول لي العبرة مش اللي يقعد يذاكر كتير العبرة بدرجات الامتحاية ما تقعدش تقول لي أنا عاد أذاكر بقى لي عشر ساعات تقولش كده لا هعرف ان كنت بتذاكر كويس لما تجيب الدرجة النهائية ما تجيبش الدرجة النهائية يبقى لمؤاخذة يعني مش مهم اللي انت ذكرته ده من ثمارهم ايه تعرفونهم فين الكنيسة فين الكنيسة فين الصمر فين الصمر على المستوى الشخصي على المستوى العيلة على المستوى المجتمع هل ممكن ان الكنيسة تغير المجتمع ده لو الكنيسة ما غيرتش المجتمع يبقى ما فيش حاجة هتغيره ده الرب يسوع بتنشر تلميذ فتنه المسكونة الكنيسة لو موجودة في المجتمع وليس لها قيمة او فعالية رب هيكسر متزعلوش مني متتخدوش مني ان الرب بيكسرها دلوقتي بيكسر المؤسسات الدينية علشان بيعمل جسد حقيقي يطلع من المباني يشتغل ككنيسة بلا جدران تتحد مع بعض في جسد المسيح تمتلق بالروح القدس تخضع للسيد اللي هو الرب يسوع لها دستور اسم وكلمة الله هدفها بناء الملكوت في الارض من غير كده ما تبقاش كنيسة ما فيش حاجة من غير كده عشان كده كالب كان رب معجب بي لانه اتبعاني ايه يعني ما ينفعش عند ربنا خمسين في المية يقول اهي احسن من ما فيش يعني كويس تعدي لكنا فيين وبقنا في الحمد لله ما فيش كده يسوع لما خلصها خلصها تماما يسوع لما قدم نفسه قدم نفسه حتى الموت موت الصليب يسوع ما اصرش في حاجة فلازم الجسد بيكون على نفس المستوى العريس لما يتقدم العروسة ما ينفعش يقول هي ملخبطة صحيح بس احسن الوحشي هي يعني هي حولة قوي ورجليها مخبطة في بعضيها واتخينها قوي وقصة يرى بس يعني ما انا دورت يعني لقيتها دي احسن من البقية تمشي يعني ما ينفعش يا اما تكون على مزاجه وعلى الصورة اللي تشبع قلبه وتشبع كيانه يا اما ما تنفعش زي العريس بتاعنا دا ما هو كامل هو هيجي ياخد عروسة كاملة ما ينفعش تبقى عروسة نص لبة كده ما ينفعش لازم تكون عروسة على مستوى العريس عشان كده هو صهران يعمل ده كنيسة تتبعه ايه؟ تماما عشان كده بنقول لازم الكنيسة ولازم الاشخاص اللي هما اعضاء الجسد دول يعرفوا الروح الاخرى يختبروا الروح الاخرى روح الحياة في المسيح يسوع الاعتقني من نموس الخطية والموت يعرف الروح الاخرى الروح اللي تحول البناء ادم من بركة هادية الى شلال جارف اينما تذهب بالروح الاخرى دي اينما تذهب تحمل معك حضور الله يعني تقول للناس صباح الخير يقولوله هو فعلا المسيح هو المخلص يعني يرد عليك تقول لهم صباح الخير بس جود مورنينج تركب المترو كده وتقول لهم جود مورنينج يحعد كده يقرب منك في عالم مادي في عالم تكتاحه الخطية والنجاسة والشر لكن حياتك مسمرة اينما تذهب تحمل حضور الله حضور الله يطرد كل ارواح الظلمة كل ارواح الشريرة فيخلي الشخص جاهز لاستقبال الرسالة لكن برضو في نفس الوقت الكنيسة مستعدة نتقدم رسالة الكنيسة مستعدة نتقدم رسالة يا ما بيقولنا ناس العابرين ويقول لك احنا تلضينا قبل ما جينا نقول له مين اللي كرزلك وجابك جيت عن طريق مين ابونا مين الاخ مين كلمك على المسيح قللك الاخ مين اخ مين ايه ده احنا حفينا عليكم ده ربنا حركنا نيجي نيجي غاية عندك ونخبط عليك ونقولك يا ابونا مرة واحد بيحكي حكاية قال انا كنت ماشي تعبان قوي تعبان جدا واحمال كثيرة على دماغي وبعدين ما عدي في شارع لقى كنيسة مكتوب عليها تعالوا الي جميع المتعبين وثقين الاحمال وانا اريحكم فراح داخل مخبط قال لهم انا انا اللي انتم كتبين عنه ده انا ممكن ارتاح قالوا ربنا رايحك يا حبيب قال لهم طيب ازاي ارتاح فخافوا منه قالوا لهم بص كنت بتلف ودور الدين لله والوطن للجميع وكلنا اخوة ومش عارف ايه وانت يعني مع السلام محد محد اشت يقول حاج محد اشت يقول حاج كنيسة مش مسمرة مش مسمرة لكن الرب يسوع بقى بيعوضها اللي جابه الرب يسوع نفسه لما ملاقاش ناس تكرز بالانجيل رجع تاني هو يحمل الانجيل ويروح للراجل ده ويكرز بنفسه تكروا انها في ليبيا كنت انا خدمت في ترابلوس ليبيا سبع سين ونص كان عندي ناس كتير شعب كتير شعبي يزيد عن عشرين الف عيلة كان الشعب بتاعي غير خمستاشر الف واحد من غير زوجة عمال اللي هم بيكون موجودين وزيبين زوجتهم في الصعيد فعينينا زاغت صحيح كنيسة كانت تحية عندنا احداشر اجتماع وعز اسبوعيا وعندنا اجتماعات صلاة وعندنا تسبيح وعندنا ما كانش عندي تعاصب طول عمر نشكر الله وكان عندنا الكنيسة بتاعتنا ما سمتهاش كنيسة ماري ماركوس بترابلوس ده الاسم الكنسي لكن الاسم اللي قدام الحكومة كنا مسمينا كده كنيسة المسيحيين العرب بترابلوس يعني كل الطواف تحضر فيها وما كانش عندنا اي نقاشات ولا نزاعات عقدية ولا تقصية للكلام الفاضي ده ولكن كان فيه غلطة تانية ان في وسط الزحمة انا تحولت الى قائد مؤسسة نسيت ان انا خادم مراعي ولازم ان انا اتحرك وادور على الضال واسترد المطرود فمرة جاي لي واحد قال لي اجد سابون انا جايلك بمعجزة قلت له ايه قال لي انا ساكن في بلد على بعد ستمائة كيلو من هنا كان مساحة اللي انا مفترض الراعي بتاعها الف كيلو متر يعني من ترابلوس لسبها الف كيلو متر كنت اروح لهم بالطيار قال لي انا جاي من ستمائة كيلو من قرية في حتة تبع سيرت في حتة فلانية طلو كويس قال لي محدش سأل عني خالص انا بجالي عشر سنين هنا طلو مين اللي جابك قال لي رب المجد طلو ازاي قال لي حلمت بحلم ان البابا شنودة ظهر له وقال له انت قاعد بعيد ليه ما بتروحش الكنيسة ليه قال له كنيسة في قال له في ترابلوس قال له عنوانها ايه قال له العنوان اهو واداله العنوان وصاحب نصيح منهم فاكر العنوان كتب العنوان وبعد شوية قال انا بقى لخبط ولا بقى هلوس ولا ايه ما عندوش حد يسأله حد سكت ما جاش قاعد لي يوم اتنين لقى البابا شنودة جاله تاني الحلم وقال له تعارفين البابا شنودة ما يشخط كده تعارفوا يا اسيس لطيف طب فرح شخط فيه كده رح قال له انت لسه ما روحتش روح الاسيس اللي هناك اسمه ابونا اندراوس روح واسأل عليه وخش كلمه فالراجل افتكر بجد افتكر دي يعني يعني مش حلم ده حاجة حقيقية قام ولبس ساعتها قام من النوم ولبس ونزل وركم واصلات وهو في نص السكة قال لك لقد ده كان حلم لكن رح مكمل وراح جاي غطى رابلوس دخل عند الكنيسة بتاعتنا الكنيسة فيه ناس من الليبيا هنا عارفين يوم الجمعة ده بيبقى كمية الاعداد العربيات مهول يعني كمية ضخمة جدا فدخل يغاد الفراش بعدين قال له يا دي كنيسة قال له اه ما بيحطوش سلبان ولا عملوش حاجة ما كتبوش حاجة عليها قال دي كنيسة قال له اه قال له هو الابونا اللي جوه اسمه ابونا اندراوس قال له اه راجل ركع في الارض ودخل واتكلم معايا وقال لي ما فيش حد منك اللي فضل علي اللي جابني ودور علي هو الرب يسوع حتى البابا شنودة ده منظر ده البابا شنودة ده كأن الرب بعته علشان يعرفني يعرفني ان انا ارجع وانضم للكنيسة حاجة مخزية حاجة تكسف ان احنا مش بندور على الناس كنيسة الحقيقية لازم تكون منقضة بالروح القدس كنيسة بتصلي كنيسة متحدة كنيسة انا حقيقة مبسوط قوي ان انا جيت هنا كاليفورنيا دي ثالث سنة باجي فيها وشفت حاجات وسجلت برامج وعملت حاجات كتيرة بس ازعلان قوي ان كنيس وعدادها مش كتير لكن كل الكنيسة يقول لك تعالها روح الكنيسة الفرانية تعالها اناخدك نروح الكنيسة الفرانية طيب اخش الكنيسة لقى خمستاشر عشرين واحد طيب ما تحط يعني فيه اسيس واحد عنده كنيستين يعني كنيس اسيس عنده كنيستين الكنيستين يبعدوا عن بعض تلاتين اربعين كيلو والعربيات هنا نشكر الله كويسة قوي الكنيسة دي فيها عشرين واحد والكنيسة التانية فيها تلاتين واحد. طب ما وجاي بواحد متكلم وخادم وبتاع طب ما سألت سؤال طب ما نجمعهم ونعملهم اجتماع واحد ويعني انا هجي اجتماع وعمش. لكن لا لا ما ينفعش. ما بيحبوش يجو لبعض. ايه? ما يحبوش يروح عند بعض. ما يحبوش ليه? انا كنت بعرف ان الارثوذكس ما بيحبوش يروح للبروسانت. لكن البروسانت كمان بيروحوش للبروسانت. دي تبقى مصيبة. دي تبقى حاجة صعبة. صعبة. حاجة مؤسفة جدا. العلاج يا جماعة ان احنا يبقى لينا روح واحد. حينما نسقى روحا واحدا نبقى اعضاء بعضنا لبعض. الكنيسة بتاعة اعمال الرسل. كنيسة لها خمس شروط. والخمسة واضحين قوي. موظبين على التعليم. وعلى الشركة. وعلى الصلوات. وعلى كسر الخبز. وكان كل بين كل شيء بينهم مشترك. اليوم سندوق واحد بحطه فيه فلوس يعيشوا فيها مع بعض. دي اعمال الرسل. الاصحة الثاني بتبقى من عدد اتنين واربعين. يا ترى احنا الكنيسة دي. محتاجين نبقى كده. عشان نبقى زي الكالب. نتبع الرب ايه تماما. كيف امتلق بالروح القدس علشان يبقى معايا روح اخرى اقدر اقول احقق الكلام الصعب اللي اتحطت ده. على فكرة الروح القدس مختلفين عليه في الكنيس. والاقنوم المضطهد في الكنيس. يعني الحمد لله حصلت وحدة بين التلات طوايف على اضطهاد الروح القدس. لما حبوا يتحدوا اتحدوا ضد الروح القدس. لكن ابتدى ربنا يعمل حاجة جديدة. طبعا انا ما بقول كده ما بقولش بصفة عامة. لكن في استثناءات كتيرة. لكن قاعدوا سابوا سابوا فعالية الروح القدس. سابوا الحياة اللي بنروح القدس. وتدوا يقولوا بقى هو الروح القدس مواهب ولا سمار. هو اختبار. ولا نموه في الحياة الروحية. هو وقاعدوا يتخنقوا في المواضيع دي. ويسابوا الروح القدس. اشطان طبعا مبسوط قوي. الروح القدس هو روح الله. روح الله اللي عايز تعمل معاك. زي ما الرب يسوع جه وخبط على بابك. وقال لك. ممكن ادخل قلبك. اخلصك. اديك حياة. قلت له امين. بيجي الروح القدس برضو الاقنوم. اقنوم الحياة. ويقول لك. ممكن اخلي حياتك خضعة تماما ليسوع. فيسوع. يبقى هو السيد عليك. يسوع. الرأس. انت تبقى شبهه. مشابهين صورة ابنه. لكي يكون هو بكرا بين اخوك كسرين. ممكن. اخليك كده. تديني فرصة. ان انا افعل عمل يسوع. فيظهر في حياتك. بتتحرك بيسوع. بتتكلم بيسوع. بتسمر بيسوع. لك سلطان يسوع. الروح القدس هو اللي بيعمل الكلام ده. الروح القدس. وانت بي. وهو بيديك الكلام ده. عنده. بتظهر سمار على مستوى حياتك الشخصي. لكن كمان. عنده عدة شغل. عارفين العدة. فيه ميكانيكي. فيه ميكانيكي. تبعط له العربية. يفك الموتور بصوابعه مسلا. ميكانيكي شطر قوي. يحل الموتور يفك وش السلندر بصوابعه. ولا عنده شنطة عدة. مفتاح اتناشر مفتاح خمسطاشر مفك صليبة مفك مش عارف ايه. شكوش. مش ديه ادوات عدة. طيب ما فيه برضو سمر فيه مواهب الروح. دي ادوات دي العدة بتاعت الميكانيكي. ده العدة بتاعته. ليه ليه بنرفوضها. يقول لك. تكلمه بقل سنة. بطلت. بطلوها. خلاص. بطلوه ده. بطلوها خلاص. كان زمان. كنت قاعد مع ناس خدام كبار. يقول لك لا. الحاجات دي بطلت. بطلت يعني 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 تم حزفها. اتشالت من منهج. خلاص تلغت. واحد قال لي. دي كانت لغات تبشير. ايام من ناس. مين قال لك كلام ده. ما ترجع الكتاب ما قالش كده. الكتاب بيقول من يتكلم بلسان يكلم نفسه والله. يبقى تبشير ايه? ببشر ربنا ولا ببشر نفسه. ده من يتكلم بلسان يكلم نفسه والله. من يتكلم بلسان يبني نفسه. تبشير ايه? هو احنا بنقول اي كلام. ده بيقولك ان كنت اتكلم بقلسانة الناس. اه اللغات اه. والملائكة. الملائكة ليها لغات? وهكذا. وهكذا. انا الروح القدس باختصار شديد. اؤمن ان هو. اؤمن ان هو. يمتلكك. فتبقى حياة امتلاك. وايضا هو اختبار. فيه حاجة اسمها اختبار. وفيه حاجة اسمها امتلك. اختبار. يعني زي ما بتسمعه. وزي ما بتشوفه. وزي ما حد منكم مختبر. بتقف. وتصلي. وبتطلب وجه الرب. وبتطلب حضور الله. وبتقول انا عطشان لك يا رب. انا عطشان. وانا مصدق كلمتك. بتشعر حتى بعلامات جسدي. بتعيط وبتبكي وبتسجد وبترتعش وبتاع اللي الناس عاد تنتقدها يعني. تنتقدها ليه? دي يقولك دي حاجات نفسية. انا مرة حدا قالي في اجتماع عندنا قالك. اجتماع الصلاة بتاعك وده اجتماع نفسي. الناس فيه بتصلي وتعيط وتصرخ وبتاع. اه اسقف قال لي. ده اجتماع المراعيش. المراعيش يعني اللي هما بيرتعشوا يعني. قلت له نشكر الله ان الصخر ابتده يتفك وبقى ارتعش. كون ان بقى فيه رعش في العظام. ده معناه ان فيه ابتدت تدب الحياة. ما كان صخر قبل كده. ما كانش بيتحرك قبل كده. كون ان ابتدى يرتعش. ده اجتماع احنا احنا نحب اجتماع المراعيش. قالك لا لا لا. طيار نفسي. طب ويه يعني طيار نفسي? ده قالك تحب الرب الىك من كل قلبك ومن كل ايه? يا نفسك دي حاجة ابيحة يعني. يعني انا ما حب ربنا من نفسي. دي حاجة وحشة. ما دي جانب. سعيعمش كل حاجة. بس ده جانب. ليه ما عبرش عنه? ليه ما اقفش اقول لربنا ربنا بحبك. اول ما رحت ليبيا كده كنت في البداية اخاف حتى اقول اقبل مسيح. يعني لو مسيح بتخبط عليك وانت شعر بقراءات الروح القدس على قلبك. افتح له اقول له يا رب ادخل قلبي. طبعا لو قلت كده ابقى كافر يعني وزنديق واطرد من الدنيا. فما كنتش قادر اقول كده. فكنت اقول ايه? لو حسيت ان ربنا بحبك. وبقول لك انا بحبك. رد عليه وقول له وانا كمان بحبك. قل هلو بس كده. قل له يا رب انا بحبك. فارد انط واحد من الاجتماع كده وكان اجتماع كبير. بس واحد من المهيمنين على الكنيسة. العيون الساهرة على الكنيسة. راح رفع ايده كده. عمل كده. ايه? قال لي نحن لا نحب بالكلام. حقيقة هو لا بحب ولا بالكلام ولا بالفعل. انا عايز اقول ان الروح القدس شخص حي. بيعدي على كل واحد. تعبان وعيان وضعيف وعجوز ومش قادر يسمر وكاحيان. بس عارف عن نفسه ده. عارف عن نفسه ان بدونك لا نقدر ان نفعل ايه? فبيقول له اه عطشان عطشت نفسي اليك يا الله. عطشان ان عطش احد. فليقبل اليه وايه? ومن امن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه انهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس. انا عطشان. ايه يا رب انا عسيبك يعني هتسيبني كده? هتسيبني فقران وكاحيان وتعبان. وبكرة زي امبارح زي اول امبارح. حياتي ما فيهاش تجديد ما فيهاش تغيير ما فيهاش اسمار ما فيهاش نصرة ما فيهاش حاجة. حياتي كده انا مش هسكت. وهو هيقول لك وانا مش هسكت. ده انا جاي علشان. يمتلكك. ولما يمتلكك. لما تختبره. ولما تختبره. لما تختبر القوة دي. بعد كده. كل يوم تدخل لعمق جديد. تقعد مع الكلمة. فيه ناس بقى غلطانة بقى. بتقف عند حتة النفسية دي. انا وتكلمت بقى لسنة. خلاص. خلص. الموضوع خلص على كده. ودلوقتي. دلوقتي بيروح القهوة يشرب شيش. يوما ما اختبرت. ودلوقتي. عشان كده بنقول ان كان فيه اختبار لازم يكون فيه حياة اللي بنسميها الامتلاء هو امتلاك للروح القدس. تدي للروح القدس حق انك انت بقيت ملكه. هو كان الاختبار ده اللي انت دقته. ده عقد بس التمليك اللي انت سلمته نفسك ان هو يمتلكك بالكامل. انا تحت امرك. افعل بيا ما يحسن في عينيك. عارف لما تدي له بقى كل يوم حق ان هو يمتلك الارض. تبقى زي كالب ابن يا فنة. تتبع الرب تماما. ممكن يقول لك حاجات غريبة. يطلب منك مطالب صعبة. لكن تقول نصعد اليها لنمتلكها لاننا قادرون عليها. مفيش مفيش حاجة اسمها تفشل ليجي قدامك. مفيش مفيش حاجة اسمها صعبة تيجي قدامك. هو يقدر يديك امكانيات انك انت تنتصف. الحتة الثالثة اللي انا قلتها كنيسة محاربة. يعني الكنيسة الاولينية تكون ايه? مقدسة. فكركم بيها. التقديس ده حكتين. في قداسة بالايمان. في قداسة عملية. الدم اللي انت قابلته خلاك مقدس رغم انك انت مش مقدس. لكن في نظر الله انت كامل وطاهر ومقدس. هو بيشوفك في دم ابنه. مدام قابلت المسيح. لكن في نفس الوقت انت ما تقفش عند الحتة دي كان دايما الارثوزوكس يعايبه على البروستان تقول لك اقبل المسيح وفعل ما شئت. لا. اللي بيقبل المسيح ما يعرفش يفعل. ما شئته انه هو يكون فيما لابيه. ما شئتي انا اكون فيما لابي. المشئة تتغير. لما انا بقبل المسيح طبيعتي بتتغير. بكرع الخطيئة وبرفض الخطيئة. ولو الخطيئة قربت مني انا بقاومها. قاومه ابليس فيهرب ايه منكم? بس ممكن اضعف. وممكن اقع. لما اقع. اقوم. لا تشمتي بيا عدواتي اذ سقطت اقوم. لما اقوم بقى دي. واتوب. دي اللي اسمها القداسة العملية. نمرة اتنين. دي القداسة. نمرة اتنين. الايه? الاسمار. كلمت عنه. نمرة ثلاثة الحرب الروحي. حرب الروحي. شخص الممتلئ بالروح القدس ده. انتو شفتوا في كالب بيقول اللي يشوع ايه? بيقوله انا زي الامس. يعني ده وتي عندي خمسة وتمانين سنة. يعني انا زي الامس. زي يوم ما كان عندي اربعين سنة. وموسى اداني الوعد ده. وقالنا حبرون دي بتاعتي. ها? انا العناقين. العناقين دول اللي هم بني عناق. بني عناق دول ناس اشرور جدا. ناس طوال كده ورقبتهم طويلة. ناس يعني سفحين. ها? الكتاب يقول لنا في حتة كده يقول لك ايه? من يقف امام بني عناق? مين يقدر يقف امام بني عناق? هنا عم كالب وهو عنده خمسة وتمانين سنة. يقول له اديني حبرون لان فيها بني عناق. يعني عايز يقول ايه? مين عندكم هيقدر يحررها? ها? يعني دي معلش دي فيها بني عناق? يعني فيها الناس الجبابرة والاشرار المفتريين قوي اللي الناس هتخاف منهم. لكن انا اقدر عليها. زي ما دخلت قبل كده الارض. هدخل بني عناق وحررها. اه. بني عناق. دي ده شخص الممتلق بالراحة القدس. ما فيش حاجة بتعصر عليه. الابواب المغلقة تتفتح. لانه هو بيؤمر بالامان. وبينتهر قواته الظلمة. وبيحارب وما بينسحبش. ماينفعش لمبة تبقى موجودة في حتة مضلمة وتقول ايه? ياه دي الظلمة كتيرة علي. مش هعرف اشتغل. الظلمة كتيرة. يعني انا من ساعة ما دخلت كل واحد قابلني وقالي اصل كاليفورنيا دي يا بونا بلاد صعبة. اوي. طب ما تسيبها وتمشي. حاجة من الاتنين. يا تسيبها وتمشي. يا تغيرها. لكن كل واحد قاعد فيها وبقاله سنين طاولة لك. بلد تأكل سكانها. زي ما قالوا كده. لا. غيرها. ما دام ربنا سمح انك انت تكون رجل الله وموجود فيها يبقى لازم تغيرها. لازم تغيرها. انت كل مشكلتك بس عارف ايه? انك سراج موضوع تحت مكيال. سراج موضوع تحت مكيال. ماينفعش. اطلع اتحط على المنارة. فتضيق لكل من في البيت. اعرف انك انت ملك سيدك مش ملك العالم. ما فيه اصابعك مش تحت درس حد. اوه مشهد عن الرب يسوع. اوه مكرز. اوه مخدم. حتى لو قالوا لك انت متعصب ولا وطردوك من الشغل. ربنا عيفتح لك مليون شغل. اوه عتفتكر ان الارض دي مش ملك سيد. ها? انما بنقول رئيس العالم احنا جايين عشان ننزع عنه رياسته. الرب يسوع جيه? الرب يسوع قال كده. قال كده. ليس له في ايه? شيء. وبعدين في الاخر قبل ما يمشي قال ايه? اعطيت كل سلطان في السماء وعلى الارض. ورحمة دينا السلطان ده. قال اذهبوا. اعملوا ايه? كريزوا بالانجيل. تلمزوا جميع الامر. ده انا السلطان بتاعه. ازاي احنا قاعدين والاست للارض دي ملك الشيطان. وانت قاعد جنب الشيطان. الحمد لله الشيطان مش ملكي. يعني مش متلكني. سانا قاعد جنبه يعني. مش عارف اخد منه اي حاجة. ما ينفعش. ما ينفعش. الحرب الروحية يعني تصعد تمتلكها وتنتصر. تتجمع مع اخوك تصلي. تجزم امرا فيثبت لك. تتطفق. فيكون كل شيء لك. تقدر تاخد. تاخد. انا مش عايز اطول عليكو. لكن عايز الموضوع يتحول الى اختبار. مش وعز. تبقاش كلام. انا مش عارف النظام كنسيتكو يسمح ولا ما يسمحش. ما عارفش. لو مش بتكلم على الوقت. انا بتكلم. هل النظام يسمح انك تيجي تركع وتطلب انك تمتلق بالروح القدس? هل تقبل? وحتى لو النظام يسمح. هل انت تسمح? هل انت مشتاء ومحتاج انك تطلع من حالة الضعف? ومن حالة الفطور? ومن حالة عدم الاثمار? ومن حالة الهزيمة المتكررة? الى قوة انشطارية مغيرة لكل حتى بتمشي تحمل معك حضور الله. اينما ذهبت. اينما ذهبت. انا عندنا واحد في الكنيسة في. احنا انا اسيس بقالي ستة عشرين سنة في الكنيسة الارتوكسية. لكن قريب قوي. من سنتين كده. الرب شغلني ان احنا نعمل كنيسة في البيت. جمعنا شباب. بس كنيسة كنيسة مش اجتماع. مش فرق بالاجتماع وكنيسة. الكنيسة يعني اللي هي المقاومات الخمسة. مواصبين على تعليم رسل. على الشركة. على الصلوات. على كسر الخبز. على السندوق الواحد. بنحط عشرنا فيه في الكنيسة دي. عشان مفيش واحد من المجموعة دي بقى عنده احتياج. جربنا ده. من ضمن الكنيسة بتاعتنا واحد. اينما ذهب. يعني يركب الطيارة. ما يجي يركب الطيارة ويسفر. يقول له يا رب انا بابني مسبح للرب. الكرسي ده مسبح للرب. انت هنا حاضر على الكرسي ده. ده بيقول بمنطقة البساطة بمنطقة الايمان. الراجل اللي يجي يقعد جنبه على الكرسي يفرفر. على طول يفك على طول. يروح مكلمه على رب ما ياخدش ثانية. واينما ذهب. يركب العربية بتاعته. يقول الكرسي بتاعي ده الرب يسوع قاعد فيه. لو حد جي يركب خلاص كهرب. يعرف الرب. هو ماشي وحامل حضور الله. هو ماشي وحاطت في دماغه انه هو بيبني الملكوت. شريك. الرب يسوع او تحت سلطان الرب يسوع في بناء الملكوت. قلنا كنيسة ايه? مقدسة. نمرة اتنين? مسمرة. نمرة تلاتة? محاربة. او محررة. او فعالة. ما ينفعش زي ما كنت تبقى لمبة تبقى موجودة وتقول الظلمة كتير علي. ده نور شمعة واحدة تغلب ظلمة العالم كله. اللي يخلي النور يتغلب اذا كان النور اللي فيك ظلام. بس. هو الرب قال كده. اذا كان النور اللي فيكم ظلام فالظلام بقى يعني ايه? كام يكون? لكن لو انت اللي عندك نور مفيش ظلمة العالم كلها. لو جمعت ما تقدرش تقف قدام النور بتاعك. احنا نفسنا لو زروفك وتسمح والاسيس يسمح ونظام الكنيسة يسمح انا ما عارفش ناخد فرصة صلاة ونقول له رب حول الكلام الى حياة. حول النظريات الى لمسات واعلانات. حول اللي تحكينا فيه ده الاختبار جديد. يدخلني ارض جديدة وبعد جديد. ومدام انا لسه عايش يبقى لسه ليا دور وليا رسالة وهصعد اليها لامتلكها. لاني قادر عليها. امين. انا يعني اسيب بالاسيس يا يقودكم في الفترة اللي جاية.